السلام عليكم سأشارك معكم رواية اسمها البؤساء للكاتب فيكتور إيغو والتي قرأتها في الصيغة الإلكترونية وتتمحور حول وصف الواقع الاجتماعي الفرنسي أثناء سقوط نابوليون وإخفاق الثورة ويركز الكاتب على أحداث سلوكية ونفسية بائسة لسجين سابق قضى عدة سنوات ظلما وبعدها فار من العدالة ومتنكر باسم مستعر وأثناء مصار حياته يمر بفئات اجتماعية مختلفة منها الطيب والفاسد ذو الطباع القميء ووصف الأماكن الراقية النظيفة وأخرى قذرة وهذا السجين تعاهده نفسه على ما تعود من خبث ومكر بالإساءة لمن أحسن إليه بسرقته لكنه فيما بعد يظهر جانباً إنسانياً إذ يتبنى طفلة يتيمة مسكينة ابنة زينة ويحسن تربيتها مبيناً استثناء وهو أنه مهماً كان الشخص خبيثاً إلا أنه عندما تسنح له الفرصة بين زراعة بذرة الخير أو الشر فإنه غالباً يختار بذرة الخير في سحوة للضامير وأظهر بسالة وإخلاصاً في القتال إلى جانب الثوار مبرهناً على الشهامة والفضيلة لكن نظرته الذاتية ظلت توسوسه على أنه ليس إلا مجرم يصطنع الخير ليفر من حياة الجريمة اشتركوا في القناة